اشتركوا في القناة الآن الأطفال كلما صغرنا بالعمر كلما دخلنا بتفكير نوع من تفكير أساسي جدا نسميه تفكير الحسي الطفل يستخدم حواصل خمسة لكي يصل إلى المعلومة ويدرك ما هي المعلومة سواء كانت معلومة مادية أو معلومة حتى معنوية التقرير حيث كثير صلت الضوء على مهارات عم بيعملوها هون بالمكان تصور فيه يعني شو أجواء رمضان بالضبط من ناحية حسية يعني الولاد بيعمل مسحراتي فهو بحسه بعيش مسحراتي بقصه إلى الرمضان بروح على المطبخ ممكن أشياء اللي بتلفتهم الأساسية اللي فيها متعة فإحنا دائما كتربويين مع أنه نستخدم الحواسل الخمسة في إيصال موضوع رمضان وصيام رمضان لأطفالنا فيه برضو رشاطات احنا ممكن نعملها في البيت زي ما شفنا بالتقرير وهذا شيء ممتع ما دون سن ست سبع ثمان سنوات ودون ممكن نستخدمها بصورة فاعلية لكنها أكثر فاعلية بخمس سنوات فا ما دون فيه صورة تانية احنا كتير من نساء أنه ما بشهه رمضان يعني هل هو أنت بتجوع وبتعتش وبس تحرم حال الجواب ما حيكون هيك الجواب لا رمضان هو أني أخذ أنا على مكان مثلا على مول أو على سوبر ماركت أو دكان حسب حالتي المادية وخلي يشتري بإيده أغراض أساسية هو بحاجتها ويأخذها وأروحها نوية ويعطيها لفقير يعطيها الإنسان محتاج بعلمه هون برضو بطريقة حسية هو اشترى هو حاسب هو اختار هو أعطى بإيده وشاف وسمع وتحرك بعيش هون معنى رمضان إنه هذا الشهر شهر عطاء هذا الشهر شهر إحسان هذا الشهر شهر منح للآخرين هذا معنى مهم برضو بعيشه ابني حسيا بإضافة للمهارات اللي شفناها بالتقرير عن جد حلو كتير كانت عجبتني يعني فكرة كتير حلوة إنه مش نفرض لصيام أو مش يكون هو بس مجرد إنه بهاي ساعة هلأ بدنا ناكله قبل ما كنا ناكل إنه في قيم أخرى وقيم لسه أهم من موضوع الأكل لكن بداية لما في صغار بيجي يحكو لك إنه بابا بدي أبدأ أصوم مرة أنت بتحكيله لا بكير مرة تحكيله لازم أصوم فإيش العمر المناسب للصيام هلا إحنا ما مندرب أولادنا على الصيام قبل سننا الخامس ست سنوات إحنا دائما نبوتها بالصلاة سيدنا رسوله السلام وصلنا بأنه ندرب أولادنا ونعلمهم أن أمرهم بالصلاة بسن سبع سنوات نبدأ هون ندرب أولادنا قياسا على الصلاة بموضوع الصوم وإدراكه أصلا حسي وإدراكه الوجداني يكون أعلى من ابن خمس وستة وأربع سنوات أنا إطلاقا مش مع أنه ما دون الخمس سنوات نطلب منهم الصوم أنا مع أنه الفترة هاي فترة توضيح معاني الصوم بالقدر اللي بيقدروا طفلي أو ابني زي ما شفنا برضو بالتقرير من مهارات وحركة وإلى آخره لكن ما بطلب منه حتى صيام إشي اسمه العصفور اللي هو الصيام الجزئي إحنا بنشوف مشاهدات خطيرة جدا بالمجتمع العربي والمستمع بشكل عام أنه بصير في تنافس بين العائلات بين الأسر أنه ابني بسن سنتين صام ولا ابني لازم معاته الصوم بسن سنة ونص أو بسن ثلاث سنوات هذا خطير بفقد معناها كمان بفقد معناه ويصير رابط تربية عبارة عن روابط بصير رابط سلبي ما بين ابني وبين الصوم لأنه ما بدلك معنى الجوع والعطش طفلي الصغير مدول خمس سنوات ما بدلك منه غير معنى التعب ما بدلك لسه معاني التعبد ما بدلك معاني التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ما بدلك معاني إنه هالجسد لما يونهك معناته أنا بقرب من الله أكتر ما بدلك بدلك إنه أنا بيجي رمضان أبوي وأمي بيخصبوني عطش وما أكلش لفترات طويلة فهذا الشهر متحب هذا الشهر مزعج طبعا عكاسه وين إن عكاسه لما يصير الولد بسن 13 و15 و17 وأكتر وأكبر بيبطل يصوم لأنه هذا الشهر معناه معناه أليم معناه مؤلم ارتبط عنده هو طفل صغير والمستقبل يصبح فيه حالة من الكره للشهر ما هذا اللي عم يصير ويصير تحدى أمو أبو وكرهه للشهر بأنه أنا ما بدي أصوم وبذكرهم بأنه أصلا حتى في ديننا حتى شرعا الصيام لا يكلف به الإنسان قبل سن التكليف يعني قبل سن 15 سنة يعني العمره سنتين وثلاثة وخمسة وعشرة واثنعش وثلاثة هو غير مكلف بالصوم فترة التدريب بتبدأ بسن سبع سنوات برضو تدريب تدريجي حتى نوصل معه لسن التكليف بيكون قادر يصوم يعني 16 سنة 15-16 سنة يعني أو سن البلوغ إحنا منسميه أنا بعجبني رأي أبو حنيفة بينه سن التكليف 15 سنة بيبدأ بيسموه سن التمييز بيبدأ الإنسان يدرك ويستوعب أكتر للمعاني اللي ممكن يعملها بحياته هلأ سيام العصفورة مش إش متفق يعني كل طفل أو كل أهل كيف شايفين قدرات طفلهم يتبق أنت كخبير في مجال النفسي للأطفال زي ما حكيت والحسي كيف بدون نصح بالتنطبيق سيام العصفورة أنا أول شيء قبل ما حتى نصبح سيام العصفور اللي هي صيام الجزئي لساعات معينة بين النهار بقدر عرفه بصورة سريعة صغيرة أنا ما يعني أنه يستشير طبيب إذا فيه طبيب للأسرة أو إنسان منراجعه كطبيب هل طفلي بهذا العمر هل طفلي بتكوينه الجسد إنه فيه اختلافات فيه قدرات مختلفة بدنية بين طفل وطفل وإحنا الآن من مر برمضان الشوب برمضان شهر ثمانية قابل لها فبدنا شوي نراجع أطبة لأنه ممكن سير جفاف وممكن نكون عنده عدم قدرة حتى على الصيام الجزئي فأنا الخطوة الأولى لابد أني أراجع طبيب حتى أستشير والله إبني بقدر يصوم أو بقدر يصوم إذا والله ما معي أستشير طبيب بصراحة بقدر الأب أو الأم يقيم بعيدا عن عواطفه اللي أنا بدي أتباهها داما الناس بابني بصوم بكير بدي أعرف أنه بالفعل الأم خاصة بقدر يصمد ما بقدر يصمد فبدي أقيم أو شيء وضعه البدني وضعه الصحي إذا بقدر أو بقدر الآن إذا كان الجوة بقدر وسنه تجاوز سن السبع سنوات ببدأ أدربه جزئيا على موضوع الصوم بإني بختار له من بداية الشهر لو قسمته خمس أيام خمس أيام خمس أيام يعني بيطلع معي ست مجموعات من النهاية كل خمس أيام بصوم ساعات معينة الخمسة التانية بقدر أزيدها أو ما بزيدها حسب قدرته وبفضل صيام العصفورة إحنا متعرف عليه أنه صيام العصفورة في البيوت بيبدأ في بداية اليوم الرمضاني أنا مع العكس تماما أنه ينتهي فيه يعني يصحى الصباح الطفلي يفطر يأخذ واجبة الفطور لأنها جدا أساسية للأطفال ويضل ويأكل الوجبة للغدا والآخره ممكن يصوم أبدأ صيامه من العصر للمغرب يعني يفطر مع العين يفطر ويتغدى لحاله أو مع أخوانه الصغار ويبدأ صيام العصفورة بآخر اليوم مش بأول اليوم ليش لأنه لسبب بين الأول أنه أخذه وجبة كافية وجسده وجبة الفطور خاصة مهمة جدا للأطفال هذا السبب الأول سبب الثاني اشتراكه مع الأهل بفرحة الإفطار لما يؤدي المغرب يعني بارح ابني أحمد أخلي ست سنوات وشوية أو سبس سنوات قبل الأدان بابا هلأ أفطر هلأ أشرب مية فليسه مش مدرك فلما أفطرنا مع بعض لما سمع الأدان وشرب مية هو أول مرة بصوم شعر بمتعة الصوم هو صام تقريبا يعني من بعد الظهر بشوية للمغرب يعني أفطر الصبح وتغدى وتغدى وحتى بالنهار يعني ما بعد لما بدأ صيامه يقول لي بابا عطشان أقول لي بابا تمضمض وزرق لك شوية ما في مشكلة لأنني ما بدي أنهيك وبيدي أخليه يتدرب يبدأ يجرب مع نصوم طبعا سعادة كثير غامرة لما أفطرنا مع بعض أدان وصلينا وإلى آخره فهذا الروحانية إحنا بدنا نعيشها لطفلنا ما بدنا نتعبوه ما بدنا ننتقم منه ما بدنا نفتخر فيه أدام الناس على حساب قدراته والحساب ارتباطه برمضان وحساب صحته صح هو بصير عنده يمكن تقييم ذات يعني هلذا طفلك شوي شوي إذا حس أنه قدر يصوم أكتر بزيد الساعات مش يفرض عليه يعني لو أنت إجد حكيت له لا ما تشرب الماء ما تطمضمض شوف هذا بصير نوع من النفور الكره للصيام أيضا في كتير نصائح بي نوجهها للأهل بهالصيام أنه في كتير مظاهر عصبية يعني شهر رمضان في بعض الأشخاص بيربطوا أنه شهر عصبية وكل واحد بيكون للأسف مش مسيطر على عصاب سواء من الأهل من الكأب أو كأو العالم الكبار هلأ شوفي الأهل أنا بصنفه ثلاث أصناف في رمضان هم ثلاث أصناف خطيرة جدا الصنف الأول هو الصنف اللي تفضلت فيه بصوم تمام لكن ما بعمل أي احترام لرمضان لا في قرآن ولا في صلاة ولا في وفي بالعكس عصبي وفي عنف تبهدل من أبوه عشان أبوه صايم والأم بتبهدل وعشان هالأم صايمة بيبدأ يعمل رابط سلبية بين معاني رمضان وبين المعاني الحقيقي لرمضان الصيام عبارة عن امتناع عن طعام وشراب دون عيش بروحانية عالية وسلوك رائع راقي هذا برضو بربي ولادنا على عدم احترام رمضان وعلى أنه رمضان عبارة عن جوع وعطش زي ما هو عند كثير من الناس هذا صنف خطير الصنف الثاني في عنا أهالي بيجبروا أولادهم على الصوم حكينا عنه هذا خطير جدا لأنه نحن بعمل روابط سلبية بين طفلي وبين رمضان وهذا حتى في ديننا بتوقع أنه حرام لأنه العبادة عمرها ما كانت بالفرض والإجبار أو إنها غير مناسبة للعمر والصنف الثالث من الناس اللي هو ابنه حاب يصوم يعني بسيد ابنه عمره عشر سنوات وعشر سنة لا من أنه قادر ومن أنه حاب ومن أنه جسده يستحمل لماذا لا نبدأ ندربه على الصوم فهذه الثلاثة أشكال خطيرة من الأهل أول شيء اللي يستهتروا برمضان وبعطوا أخلاق سيئة برمضان الصنف الثاني اللي يجبر والصنف الثالث اللي يجبر يصوم والصنف الثالث يجبر أولادهم أنهم يفتروا برمضان مع أنه قادر مع أنه حاب يصوم هذلت أصلاف ما نظلنا على التلفزيون يكون فيه عمان التعبد نطفق أجواء مختلفة على حياتنا هذا لا بد نركز عليه موضوع سلوك الأب والأم برمضان أمام الأبناء هذا لو قدرنا نتقنه هذا أهم من أن ندربهم على الانقطاع على الطعام والشراب يجب أن نرى سلوك مميز يجب أن نرى روحانية وميزة يجب أن نرى تربية قلبية وميزة يجب أن نرى تحسن في العلاقات مميز أن هذا الشهر جميل حتى أنه بالفعل يكون إيجابي بعد عمر 15 أو 16 للأطفال أو للشباب تقريبا التي لا يوجد لديهم حب للسيام كيف كانوا نشجعهم هذه سؤال خطير أنه الأهل يغفلوا عن الموضوع فجأة يجب أن الأهل يلتزموا وهذا شيء رائع فابنها صار عمره 14 15 18 سنة مثلا لا يعمل صوم وما عمره صام فهي بده الآن يصوم أنا مع أنه عنده إدراك وقدرة عقلية أنه يفهم شو معنى العبادة لكن من غير إجبار حتى بالعمر حتى بالعمر حتى بالعمر حتى بالعمر التكليف إذا كان ابني أو ابنتي لا يصوموا فأنا مع أنه ما نصدم معهم الاستضام بهذا العمر بالذات يولد عندهم ردة فعل سلبية ويفطروا غصبا عني أو بفطروا أماني وفطروا خلفي فمع أنه أشتغل معهم بحب الله أشتغل معهم بموضوع العلاقات والأصدقاء قبل رمضان بدي بأشهر بس مش إنه فجأة أبر رمضان أكون مقطوع عنهم بالعلاقة مع الله والعباد وكذا وبرمضان يالله يا بدنا نصوم ولازم نصوم وأنا أصلا بحياتي ما تطعني نصوم أنا مع أنه نترك هذا الرمضان بهمش فترة بعد رمضان أو برمضان نشتغل معهم نقرب منهم أكتر نحبهم ويحبونا إنهم يشتغل أن هذا السهر نحب بعضنا نتواصل معهم نسحبهم على رمضان نسحبهم على إلنا قبل أن نسحبهم على رمضان لما يشوفون أصدقاء إلهم سواء بالصلاة أو برمضان أو بأي موضوع تاني بموضوعات العبادة بس أكون أنا صديق إلهم بجذب وللي بدي أما لما يعتبرني قوسين عدو أو يعتبرني أم متسلطة وهو مراهق وهو يافع وأب متسلط راح يتعمد يتسلط علي ويرفض القرارات أو الأشياء التي أحبها يتعمد يعمل عكسها تماما بس قبول عدم صيامهم هل يعتبر مثلا دعم على سلوك خاطئ لا بد أن نظهر عدم رضانة عن إفطارهم أو عدم رضانة عن عدم صيامهم أنه أنا أنت كشخص أنت كذات ابني محبوب بالنسبة لي لكن هذا السلوك له إفطارك أنا غير راضي عنه أنا ما بحبه أنا بحب أن تكون إنسان مميز بعلاقتك مع الآخرين بعلاقتك معي وعلاقتك مع ربك بالصوم وبالصلاة أريد أن أبين هذه المعاني لكن ذواتهم لا أريد أن أهينها لا أريد أن أحقرها لأنه لا يصوم الذات الإبن مهما عمل من سلوكية سلبية الذات عالم مقدس تماما بالتربية لكن من حق يعلق على السلوك أو أوضح أن السلوك هذا صح أو هذا خطأ وإذا كان خطأ أعبر عن مشاعري لكن بدون عنف بدون عصبية عن مشاعري السلبية تجاه سلوك السلبي نصاحك أخيرة للأطفال ولا أهلهم لا نشجعهم أو نختصر رمضان بكلمة بكلمة كثير مهم للأطفال أن نفهمهم رمضان أكثر من نجوعهم ونعطشهم كأطفال لا بد نستخدم الحواس الخمسة في تفهمهم إيشو رمضان لا بد يصوموا سيم العصفورة ما بعد سن السبع سنوات مش قبل هيك أرجوكم لا تتفاخروا على حساب أبنائكم أمام الناس بأنه ابني يصوم بعمر ثلاثة وأربع سنوات لا تتفاخروا الله سبحانه وتعالى ما طلب مننا ينصون بهذا العمر بالعكس ابدوا قربوا رمضان واجذبوا رمضان خلوا رمضان ممتع بالنسبة لأطفال بأساليب لطيفة بأساليب ضمن قدراتهم البدنية والفهم والسهر كيف فيه الآن موضوع السهر أنا عندي فيه مشكلة بيتي فوضوع السهر أنا مع أنه بالعطلة وبرمضان أنه ينزاد شوي تمام لكن لا ينزل كثيرا يمكن أن نسمح لهم أطفال يعني أنا نفسي أوصل مع أولادي لحد ساعة عشر أحد عشر بس مرات يزيدوها أكثر في ناس عشر أحد عشر السهر فموضوع السهر يوجد فكرة تابعة للموضوع الصغار أنا أخبر يلا نحن ناوت وليس أنت صحي أنت وماما فهو منطقي الأسرة عندما تنام بوقت مبكر كلها ينام من أطفال مشاهد تلفزيون يعني عن ساعة صدقا يعني كل ساعة ومقسمة كل ساعة تلفزيونية يريدها أربع ساعات نشاط بدني حركة ونطنط عشان يفرغ الكهرباء الساكن الذين دخلتوا من التلفزيون خاصة الأطفال فلازم يكون في مسافة يعني ساعة ساعة ونص وفيه عندي كمبيوتر وفيه عندي كمبيوتر إن شاء الله يعني الوضوء صعب ليس سهل حقيقة أكيد سنكمل المواضيع رمضان بفقراتنا أكيد في دنيا يا دنيا لساعة 12 تقريبا نخليكم معنا